هدوء نسبي يخيم على محاور الصراع في العاصمة الليبية طرابلس التي شهدت يوم أمس اشتباكات عنيفة تركزت في جنوب شرقي العاصمة بين قوات حكومة الوفاق الوطني وقوات حفتر الاشتباكات حدثت بعد تقدم قوات الوفاق في محور واد الربيع وإجبارها قوات حفتر على التراجع باتجاه الجنوب الشرقي في خطوة لإرجاعها إلى مواقعها الأصلية في ترهونة حسب ما صرح به المتحدث باسم المركز الإعلامي لعملية بركان الغضب التابعة لحكومة الوفاق مصطفى المجعي ولا تزال محاور القتال جنوبي العاصمة طرابلس تشهد تقدما من جانب قوات حكومة الوفاق باتجاه المواقع التي سيطرت عليها قوات حفتر في الرابع من نيسان الجاري وبحسب المجعي فإن قوات حكومة الوفاق نجحت في السيطرة على أجزاء من مناطق سوق الخميس المتاخم لمدينة ترهونة ولا تزال في مواقعها المتقدمة في منطقة الهيرة باتجاه غريان الجبلية غربي العاصمة التي تعد من أهم مواقع حفتر لكونها المنفذ الرئيسي للعاصمة إلى مدن الجبل الغربي كما أنها ترتبط بطرقات مهمة باتجاه قاعدتي الوطية غربا والجفرة جنوبا بالإضافة إلى منطقة ترهونة التي انطلقت منها قوات اللواء التاسع للسيطرة على مناطق قصر بن غشير ووادي الربيع وعينزارة وتؤكد حكومة الوفاق أن خفر السواحل والقوات البحرية الليبية تراقب الساحلة بدءا من سرط حتى رأس جدير لصد أي محاولة لإيصال إمداد لقوات حفتر عبر البحر على أن تستأنف العمليات العسكرية خلال الساعات المقبلة للتقدم أكثر دون أن تحدد الحكومة ما إذا كانت تجاه هذه التحركات غربا باتجاه غريان أو جنوبا باتجاه ترهونة